90 من عمره حقق النجم مسلسل ستار تريك ويليام شانتر حلمه شغف الفضاء رافق الكابتن كيرك من الشاشة إلى الواقع بعد أن حقق الملياردير الأمريكي جيف بيزوس حلم شانتر مركبة نيو شيبرد التابعة لشركة بلو أوريجين حملت شانتر مع ثلاثة آخرين في المهمة نس 18 شبه المدارية استغرقت الرحلة عشر دقائق قبل أن تحط الكابسولة الفضائية في صحراء تيكساس وكانت الرحلة قد توقفت بسبب الرياح ليوم واحد وقالت شركة بلو أوريجين إنها باعت تذاكرة بقيمة 100 مليون دولار وهناك حرب فضائية شرسة بين شركتين بلو أوريجين وفرجين جالكتك للاستفادة من سوق السياحة الفضائية المربح ويقدر بنكو يوبياس السويسري بأن قيمته ستبلغ ثلاثة مليارات دولار سنوياً في غضون عقد واحد ويعد النجم الكندي أكبر الأشخاص عمراً يطير في الفضاء ولطالما أبدأ اهتماماً بالفضاء وأطلق في السابق تصريحات تحذر من تدمير الإنسان لكوكب الأرض ترجمة نانسي قنقر